اشتركوا في القناة معدد عقود الشراء بين المضاربين في العقود الاجلة في اليورو مقابل الدولار في اليين مقابل الدولار وفي هذا وفي هذا وفي كثير ناس لما يشوفوا ايش ايش كثير مرتفع نسبة العقود الشرائية في اليورو لما لما تصل الى اعلى مستوى لمدة اربعة وخمسة اشهر والرقم قياسي جديد في هذه الحالة فيقولون انه خلاص حان وقت البيع وكثير مرات كثير مرات انه دخلوا انه ارتكبوا غلطة فادحة فمجرد الواحد يشوف ايش مرتفع ويقول انه حان وقت البيع يعني هذا ليس له ولا طريقة علمية ولا فكرية ولا ايديولوجية فلو سمحتم لا تتقذوا هذه القرارات بهذه الطريقة بدون اي حجج مقطعية فرح ندخل في بعض التفاصيل التي لم اتكلم عليها من قبل في سلسلة هذه الفيديوهات اي شيء كثير مهم سندخل في يعني بدل من نشوف الفارق بين العقود الشرائية والبيعية في اليورو مقابل الدولار رح ندخل في رح نبين كلا العقود الشرائية والبيعية في هناك سؤال اللي بيجيني كثير ما هي المنصة التي تستعملها هذه منصة بلومبرغ سيدات بسارتي هذه منصة بلومبرغ مستقلة للاخبار والتحليل والشارز والمخططات ولا تتبع لأي شركة من البوركورات ليس عليها علاقة بالمتفور ولا اخرى بلومبرغ اسمها بلومبرغ ترمينال ولكن قبل ان ادخل في هذا في اليورو longs واليورو short وقبل ما ادخل في الشرح في تشارت اللي عملته اليوم وهو تمركز عدد العقود الشرائية مقابل الدولار الامريكي فهون حطيت اليورو الاسترليني الكندي الاسترالي سويسري اليان كل ذلك بخطط واحد قبل كمان ما اشرح كل ذلك وريد ان اذكركم سيداتي وسارتي وريد ان اذكركم ان هذا الاسبوع رح يكون مهم بعدة بيانات مهمة اول شي عندكم اليوم بالليل ساعة ثلاثة الساعة حوالي ثلاثة والاربعة الصباح بتوقيت لندن يعني الساعة بين الخمسة وبين الستة ولا بين الخمسة وبين الستة ونص لان الوقت مش هكون يعني بالزبط اللي هو قرر البنك المركزي الياباني وفي هناك كلام انه هل هما سيقلصون التيسير الكمي ولا اعتقد انه سيفعلون ذلك في هذه اللحظة يمكن ان يقللون المشتريات من شهر الى اخر ولكن بدون ان يعلنوا اي تغيير في السياسة ولكن اهم شي عندنا البنك المركزي الاوروبي قرار البنك المركزي الاوروبي يوم الخميس وعندنا النسبة الخميس النسبة اليوم الخميس اوكي اللي هو خمسة وعشرين الشهر ساعة ساعة اربعة ونص مساء بالتوقيت مكة المكرمة لا اعتقد انه سيكون في اي تغيير ولكن دراقي سيتكلم وسيقول انه في هناك تحسن ملحوظ والاقتصاد الاوروبي مر من مرحلة الارتداد الى مرحلة التوسع الاقتصادي ويستكلم بطريقة بدون ما ان ويحاول ان يهد اي ارتفاع في اليورو واعتقد انه اي هبوط في اليورو سيكون فرصة شرائية مجددة فيه كمان عندك جي دي بي وهو نسبة النمو الاجمالي الانتاج الاجمالي في البيانات المتحدة هذا ستكون اول قراءة اول رقم للربع الرابع وهذا سيأتي سيداتي وسارتي الساعة هنا يو اس جي دي بي عندكم كمان نسبة الانتاج الاجمالي في بريطانيا للربع الرابع وهذا سيأتي الساعة اتناش ونصب الظهر يوم الجمعة بتوقيت مكة المكرمة وبعد ذلك اربعة ساعة بعد ذلك رح يجينا التاعات الولايات المتحدة اه ارقام الولايات المتحدة اللي هو الجي دي بي سيداتي سارتي خليني بس اتأكد اه يوم الجمعة سيكون كتير مهم لانه عندنا اه عندنا الجي دي بي تاع الولايات المتحدة اوكي اللي هو نسبة الانتاج الاجمالي وهو متوقع ان يكون اه ان ينخفض قليلا من ثلاثة فاصلتين الى ثلاثة بالمية ولكن اهم اشي كمان عندك انه نسبة التضخم لهو كور بي سي اي برايس اندكس وهذا متوقع ان ياتي اه وهذا متوقع ان ياتي ان ياتي الكور بي سي اي سيداتي وسارتي متوقع ان ياتي كور بي سي اي اسمحوا نبس دقيقة اه 26 صهر ايوه متوقع ان سيرتفع من واحد فاصل ثلاثة الى 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 واحد فاصل تسعة بالمية هذا في الربع اه هذا في الربع الرابع ولهذا الربع اكمل فهذا رح يكون كتير مهم اوكي هلا خلينا بس نشوف اذا فعلا سيحدث ذلك اه وعندنا الايفو اه يوم الاربعة اه في البيانات الالمانية الان خلينا بس ندخل في التفاصيل الان 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 هيدا دي سارتي في هذا الازرق المخاطط الازرق فهذا يعطيك انه الفارق بين العقود الشراء والعقود البيع اه في اليورو مقابل الدولار فعندك هنا مية وتسعة وثلاثين الف مية وتسعة وثلاثين الف وهذا رقم قياسي جديد اوكي وهذا رقم قياسي جديد ولكن المشكلة يا سيداتي سارتي لانه وصلنا الى رقم قياسي جديد هنا وهنا 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 ففي كثير الناس يقولوا انه هذا رقم قياسي جديد فالنسبة الشرائية صارت اكتير اكتير عالية فحان وقت البيع المشكلة انه اه وطبعا لما يكون فوق السفر لما يعني اه عقود الشراء تتجاوز عقود البيع لأنه كما مرة أخرى الرقم هذا يمثل النت ولا فارق بين الشرائية والبيعية يعني هون نشوف أنه البرتقالي اللي هو الإسترليني عندك 26 ألف فالفارق بين العقود الشراء والعقود البيع 26 ألف ففيه هناك ارتفاع وبعدين عندك الأصفر عندك الكندي وبعد ذلك الأسرالي يعني اليورو والإسترليني والكندي والأسرالي عندك الفارق إيجابي يعني العقود الشرائية في العقود الآجلة في العقود الشرائية اليورو والإسترليني والكندي والأسرالي مقابل الدولار تتجاوز عقود البيع وهنا في سويسري واليين عقود البيع يعني عدد عقود البيع في هذه العملات مقابل الدولار يتجاوز عقود الشراء الآن خلينا ندخل في هذه فقلنا هنا إن 139 ألف هذا الأصفر اللي قلناه في اليورو مقابل الدولار أوكي وبس إن شاء نورجيكم أنه الرقم القياسي السابق كان هنا في 2007 2007 كان هنا في 2007 وكانه 111 ألف وكما تعرفون أنه ولكن المشكلة ديروا بالكم هنا يعني على الأقل يعني على الرغم من أنه هنا وصلنا إلى ضروة هنا وبعد ذلك صار في انخفاض اليورو تواصل في الارتفاع ولم يصل إلى ضروته إلا في كما عارفين في شهر في شهر سبعة في 2008 لما بدأ ينخفض ولكن انظروا هنا فعدد العقود الفارق بين العقود يعني بدأ ينزل ينزل ولكن كان فيه هنا تفارق فهذه تشرح لكم إن سيدة يسارتي إنه هذا المؤشر يعني لا يلعب بطول الوقت دور دور صحيح في قراءة في قراءة وفي تنبؤ حركات اليورو لأنه لا ننسى سيدة يسارتي إنه هذه الحكاية تقول لكم إلا ماذا يفعله المضاربين في الفيوترز ماركت وهو سوق الأسواق الآجلة عندك الفيوترز ماركت وعندك وعندك سبوت ماركت وعندك أسواق أخرى في يعني قطاعات أخرى في الأسواق العملة والفيوترز ماركت والمضاربة لازم تعطيك بس نوعا من السنتيمنت ولا نوعا من نوعا من يعني حركة الثقة في اليورو وهذا وهذا ليس كل سوق ولكن أريد أن أقول هنا إنه مرات يعني يستعمل ك سوق يعطيكم حركة للأمام ماذا أقول تتذكروا هنا هنا في إحنا عارفين إيش صار في أبريل العملي فات ومي الانتخابات الأوروبية الانتخابات الفرنسية التي أدت التي كانت التي تكونت من جزئين ومن مرحلتين والمرحلة الأولى هي التي أدت إلى ارتفاع اليورو ولكن بدل ما ننتظر لأواخر أبريل شهر أربع العملي فات من شأن نجينا نتائج الانتخابات كنا شايفين أن حركة اليورو كانت مرتفعة ولكن ماذا حدث هنا سيداتي سارتي انظروا هنا أنه كان فيه أنه عقود الآجلة الفارق بالعقود الآجلة تم هناك قصر إيجابي في اليورو في العقود الآجلة فالقصر حدث هنا في شهر ثلاثة أما الكصر هنا في السعر حدث في شهر خمسة أوكي والضروة الكبيرة والفجوة الكبيرة فتاعة الويكند هداك في آخر أبريل بعد فوز ماكرون في المرحلة الأولى أتت أعتقد هنا لما تجوزنا دولار وعشرة إجت هنا ولكن الكصر حدث هنا في في فارق الشراء والبيع في العقود الآجلة في اليورو وبعدين صار في تأكيد هنا في السعر فبعض المرات سيداتي وسارتي يأتي الكصر أو الاختراق في السوق الكاش قبل سوق العقود الآجلة ولكن فيه هناك مرات أخرى كثير يعني يعني قليلاً إنه الكصر يحدث في العقود الآجلة وبعد ذلك يحدث في السعر لا أريد أن أركز كثير على هذه النقطة أريد أن أركز على نقطة ثانية اللي هي سيداتي لأنه هذا كثير في الماضي ولكن أعطيكم فكرة فكرة إذا الفكرة الساد تتكرر في المستقبل ولكن ماذا يحدث هنا؟ هنا سيداتي ساري كما قلنا إنه الرقم القياسي في المشتريات يعني شوفوا بس إنه فيه ناس بيقولوا إنه خلاص صار فيه وتباعد وعدم اتفاق إنه هنا تم هنا استئناف ولا مواصلة في يعني عرضية في السوق ولكن اليورو كان يعني بده يطلع ولكن خلينا ندخل هنا الناس يقولون طيب هنا السوق تعب لأنه الرقم القياسي وصله هنا حوالي هنا وبعدين هنا السوق تعب هذه محاولة أخيرة وبعد ذلك ينزل ولكن خلينا ندخل في تكوين ولا في تفاصيل ما هي الميزات التي تكون هذا الأصفر والأصفر هذا عبارة عن عدد المشتريات والمبيعات فخلينا ندخل في هذه العلاقة سيداتي ساري 270 ألف و115 ألف 270 ناقص 120 ألف تعطيكم 139 ألف فهذا الأصفر عبارة عن الفارق بين الأخضر وهو عدد المشتريات وعدد البيع لماذا أني أدخل في هذه التفاصيل وأعقد الأمور سيداتي وسارتي لما الفارق بين الشراء والبيع يرتفع ذلك يمكن أن يكون عبارة عن ارتفاع الشراء وهبوط في البيع أو غير تغيير في البيع وارتفاع في الشراء ولا يمكن أن نقول أنه هبوط في البيع وهبوط في الشراء ولكن هبوط في البيع يكون أسرع في الشراء أكيد إيجادكم الفكرة ولكن انظروا هنا سيدة وسارتي على الرغم من أنه هاي صارت تخوف الناس يعني للشاريين يقولوا فيه هناك تعب تعب انظروا هنا ماذا يحدث انظروا هنا أنه بينما العقود البيع عدد العقود البيعية لم يتغير ما في تغير عقود الشراء اخترقت اخترقت يعني مستويات عالية وكبيرة وذلك ماذا يعني ذلك يعني سيداتي وسارتي انه انه الواحد لما يشوف الفرق بين هذا وهذا يقول انه الفرق صار كتير عالي وصار زيادة على اللزوم ولكن لما نرى انه داخل هذه التطورات ارتفاع حاد في الشراء اوكي بينما البيع ما في اشي فهذا يعطيك اشي نوعا نوعا ما صحي ويساند الفكرة الشرائية واذا في نفس الوقت هذا كان مرتفع وهذا كان مرتفع فالفكرة راح تكون مختلفة فخلينا اعطيكم امثلة اخرى فهنا سيداتي وسارتي في 2006 ماذا حدث 2006 سيداتي شوف السعر ما زال على التواصل في الارتفاع السعر بقى على الارتفاع هذا اسبوعي فطبعا هناك حركات هابطة والاصفر سيداتي وسارتي نوعا ما تعباني يعني 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 وصل الى الضروة هنا ولكن هنا ما في تغيرات حادة ولكن الاصفر هذا متكون من من الاستئناف في الحركة الشرائية وبينما الحركة البيع والعقود البيع ما في هناك تطور شايفين فهذا كثير فالواحد لازم قبل ما ينط على وياخد يعني خلاصة ويقول انه خلاص يستخرج خلاصة ويقول انه هذا الاصفر يعني العقد الفارق بين البيع والشراء خلاص صار زيادة على زوم لازم تعرف ما هو ما يعني محتوى تفاصيل محتوى مكونات هذا الفارق وهو كيف يتصرف البيع مقابل الشراء وهذه هي الفكرة المهمة اللي بدأكم بها الآن في عملت نزلت فيديو ثلاثة رسائل صوتي على قناتي التليجرام انه لماذا هذه الحركة بين الين وبين العوائد وهذه ما وراء السبب انه لماذا الين يستفيد كمل اثناء هبوط الاسواق والعكس ولماذا هنا الابيض لما الدولار مقابل الين ليش يعني الدولار مقابل الين عم بينزل بنفس الوقت انه العوائد عم تطلع وهذا الانكصار هل هذا مؤقت ام لا وكل ذلك في الرسائل الصوتية اللي نزلتها هنا فهذا اشي اكتير مهم سيداتي وسارتي فخلينا نشوفكم راح نبعد لكم مقالة عن الشوت داون ولا عن الاغلاق الحكومي في الولايات المتحدة لانه هذا يستاهل كثير من التحليل والاخره فلا تنسوا الانتاج الاجمالي الاميركي يوم الجمعة القرار البنك المركزي الاوروبي يوم الخميس واليوم الجمعة ايضا عندك النسبة للتاج الاجمالي البريطاني كمان يوم الجمعة وفيه هناك الاي افو الالماني سيأتي في متصف الاسبوع ولكن دولار وواحد وعشرين سبعين ما زال دعمهم في اليورو شكرا لكم وبرك الله فيكم وبالتوفيق شكرا لكم